بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم في فيديو جديد إن شاء الله تكونوا كامل بخير اليوم أجبت لكم لرساتة البروني والا هاد الارسات مدرتهاش كامل فلاش نديالي دونك قلت نديرها بلا كاين لما تعرفش الوصفة ولا ما تعرفش طريقة كيفش نديرو تستفاد بن هاد الافيديو سورتو كليباوني دوكاراهم على مد راهم تندنس راهم يخدموهم بزاف كوماند سوف ندير لكم كالكو ديكوراسيون اللي راهم كما قلت لكم على ماد سينو لبراوني هكك واحدو بدون أي يعني تزواق راهو هايل أنا يعني شخصيا من محبي البراوني دونك إن شاء الله تستفادوا من هاد الارسات والإزاستوس اللي حن ندهولكم أنا اليوم ما درتو بشوكولة بالحليب دابيتو نديرو بشوكولة نوع اليوم سييتو بشوكولة بالحليب تبعوا معي الارسات إن شاء الله تعجبكم وتجربوها وتخلو لي رايكم الحاجة الأولانية نحط 125 غرام مارغارين مع 180 غرام شوكولة لنقطعها مرصوت نديرهم في حمام مائي مع بعض أنا هنا خدمت بشوكولة بالحالي كما قلت لكم ندير هنا في الوقت اللي رام هادوك يدوبوا في الحمام المائي عندي تلت حبات بيت كاملين نبدأ هكذا ندربهم شوية بالباتر ونزيد لهم 140 غرام سكر عادي هي نغمال ما نخدمه بالسكر البني مياك تعرفوا حنيا في تزير ما عنا شو غير متاقافة السكر البني أنا ديجه كنت عندي زوج مغارف منه زلت عليه السكر العادي ودربتهم مع بعض فالا أدرت 140 غرام سكر ونضربهم لحتي يطلع لها هذا الخاليط الضاعف ونزيد 4 مغارف كبارة زيت العادي نزيدهم هكذا الخيط كما تعرفوا كما نخدمون مائيونز ونضربوها أمامها وهنا نجيب هذيك الشوكولة والزبدة اللي كانوا دابو دوبوهم غير قسمي يدوبو وطفوا النار باش يدوبوا بالحرارة هذا لا يمكنك تدعوهم حتى يدوبوا تماماً وتتحرق الشوكولات هذه نضرب هذه الضريبة خفيفة كامل مكونات مع بعض من بعد نحيله باتر أنا هنا خدمت الشوكولات بالحالي بلاش راني نأكد لكم باش نقول لكم إذا درتوا شوكولات نواغ السكر ديروا حتى 170 جرام سكر هذا ما كان أنا درت 140 بس كدرت شوكولات بالحالي شوكولات بالحالي بحلوة على الشوكولات نواغ هذه هي هنا يجبت حفنة جوز نكسره كبير ونضعه في الصفاية كما راني ندير ونجيب الفارينة ومعها مغير فا كبيرة الكاكاو الفارينة هنا يديرها 100 جرام فارينة لذلك أنا عدش ندير هذه الأفسات المكسرات نضعهم في مسكوتشو ولا نجب خوفيت كينجي نصير هذه الفارينة نضعهم في الصفاية باش يتغطو كامل بهذه الفارينة من بعد ما يطيحوا ليش في القاع تقريباتهم يقعدوا مزعين داخل هذا الكيك أو المسكوتشو ولا البراوني كما هذا سنخدمه نفهمتوا هذا ما كان أنا درت 100 جرام فارينة هذه هي نخلطها بلا سباتشو لحتى تدخل للفارينة كاملة ونضعه يطيب ديركتما في بلاتو تاع 30 على 23 سنتيمتر تقدروا تدير بلاتو صغير على هكامي أنا هاد الارتفاع يجيني هو الإيديال كما نقوله هذا هو هنالبراوني نضعه يطيب مباشرة على 180 دراجة السر في البراوني بشي يجيكم براوني وما يجيكمش موسكوتشو غاتي هو لا تمبيراتور تاع الكوشة لازم تكون 180 دراجة ماشي كتر وثاني يطيب 4 ساعة با بلوس كي نقوله 4 ساعة ماشي تزيدو 16 و 17 دقيقة مام هو البراوني كتنحوه من الفوق يبان بلما هوش طايب هدي هي هي العفسات على البراوني بش ينجح نحوه من الفوق وخلوه برد في خاطره باش يشد روحه ويهكا يجي البراوني كيت تقطع الحبة وتشوفها تلقاه الداخل شامخ وكانت خلوه يطيب بزاف يجيكم مناشف كشورشتو موسكوتشو ماشي ناجح يجيكم هكا لا تنسوش بلي ما فيش لالوفور وفيه بزاف الكميات على الشوكولة هادي هي هادي وش فيه البراوني البراوني تقدروا قبل ما تحطوه يطيب تزوقوه بوش حبيتو من الفوق البراوني تقدروا قبل ما تحطوه هاكا كيما اوريو كيما لوتوس المكسارة تحطوه وش تحبو وتحطوهي طيب انا هنا يكتناوية نديروا هذيك الديكوراسون اللي شفتوها في الأول محبيتو انكتروا بزاف الديكوراسون من قبل كينا غير جي هادرت فيها شوية لبيبيتو شوكولة بيوضة باش برك نوريلكم كينا حاجتان باش تعرفوا بلي البراوني تاعكم ناجح لازم كي يخرج من الفوق يكون مشقق هاكدا كيما تشوفوه ويبريي هي كي تديروه بالشوكولة نوار يجي بري كتر من هاكدا بشوكولة بالحالي كيف كيف باش نقول لكم انا استعملت هذيك لاماك شوكولاتي شوفوا بزاف بنينة اعطاتني واحد البراوني من اروع ما يكون جربوها راني دايما نقول لكم عليها جربوها وردوني بالخبر كينا حاجتان بالنسبة للجوز شوفوا البراوني بالنسبة لي انا يخرج غير مع الجوز تقدروا تديرو اللوس تقدروا تديرو الكوكاو ويجي بيونسي وغلا ما يجيش نوازات تاني تخرج بزاف هايلة ما انا منحبش الجوز بصح في البراوني نحب الجوز هادي هي فالبالي بليني نهضر بزاف ونجري باش هاكدا نكمل الفيديو هادي هي دونك هنا انا قطعت مربعة خمسة سنتيمات انا انا في الحقيقة خليتو حتى الغدوة من داك باش قطعتو على جل الإضاءة تبسكو طيبتو في الليل دونك قلت معليش نخليه الصباح باش نصورو آلاز تان حاجة واحدة اخرى فالا ديكوراسون ندرتها بلو شوكولات تختيني تاع المرجان اللي تعرفوها هنا عندي هادي تاني تتباع بالميزان هذا مكان فانا نحطوها في نديرو زيكزاج ونجوزو لها بالكوردان باش تعطينا هادي الشكل اللي قطل لكم راهو تندانس اللي يخدموا لي كوماندكار رغم يخدموا بهذه الطريقة اللي بخي للناس اللي مهتمة بالاسعار دوك على حساب انتوما واش تدرتولو من الفوق على حساب خليتوها كاكسامبل ولا ستولي شوكولات تختيني تلحق حتى الخمسة نالف عشرين نالف الحبه على حساب الحجم تحتان هادي تاع خمسة سنتيمتر سيصغير ورا ميوشنو تكفر بسكول براوني انجنغال يقهم يعني ما تقدروش تكترون منه بزاف هادي هي لاغوسات تالية ما شاء الله تكون اجبتكم استفدتم منها انتلاقاوا في الاغوسات الجاية ان شاء الله